بالخبير الأمني صباح الخير سيدي صباح كسير بداية نقول بأن تنظيم داعش سيطر بالفعل على مدينة سيرت وهذا السيطرة كانت منذ بداية جنوبيع 2015 لما استقطت الكاتبة 166 إلى غير ذلك اليوم وفي هذه الأثناء حاليا يعقد الاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بخصوص دراسة تدخل عسكري في ليبيا هل تعتقد بأن الدول العربية تمتنك آلية لعملية التدخل العسكري في ليبيا لرهي تشهد يعني تمزق بدايةنا خليني ربما نرجع للنقطة تحدثنا عليها في شهر فيفري 2015 ومن هذا البلاتوفي بحد ذات تكلمنا بأن خارطة اللاعبين في الساحة الليبية تتغير وكنا ندعو إلى التعجيل بالحوار وإلى تعجيل الفرقاء الليبيين في تأسيس قاعدة أساسية صلبة في إطار الحوار الليبي الليبي لأنه اليوم من يتحكم في اللعبة في ليبيا أصبح هذا التنظيم الذي ظهر منذ سنة وأصبح مسيطرا وأصبح متحكما في أضلاع وفي مناطق حيوية بالأراضي الليبية إذا عدت إلى الاجتماع الطارئ الذي ينعقد في هذه الأثناء بجامعة الدول العربية أعتقد أن هناك جملة من الأسئلة التي تطرح نفسها والتي تجعلنا أن نقف أمامها أن جامعة الدول العربية قد لا تصل إلى اتفاق أو قد لا تصل إلى تصور مشترك بقصوص المسألة الليبية نتاج لعدة عوابل ونتاج لعدة أسباب من أهم الأسباب هو غياب الإرادة عدم توفر الإرادة لدى الدول العربية في البحث عن إيجاد الحلول خاصة للدول التي تعرضت إلى ما نسميه بالثورات العربية أو بمسمى الذي جاءنا من الدول الغربية بمسمى الربيع العربي النقطة الثانية كذلك هناك جملة من الملفات المرهقة التي تقف حجر عثرة في الساحة العربية والتي تجعل المواقف متباينة لدى الدول العربية سنعود للحديث خاصة في المواقف العربية ما بين دول العربية ودول أوروبية أعتقد أن الدول العربية لا تستطيع في هذه الأثناء التوصل إلى تصور واحد وموحد حول المسألة الليبية لأن هناك اتهامات متبادلة بين الدول العربية في حد ذاتها هناك تصادم في المصالح لا يوجد هناك تغليب لمصلحة الليبية أو مصلحة الشعب الليبي هناك مواقف تتجه نحو البحث على أي تشريع للتدخل العسكري وهو تدخل غير محسوم وغير محسوب نتاج الصورة الغير المركبة في الساحة الليبية وهناك من يدعو إلى تفعيل الحوار ولكن تفعيل الحوار يجب أن يتوفر بإرادة ليبية لدى الأطراف الليبية أن يكون هناك حواراً ليبياً ليبياً متكاملاً وشاملاً لأنه لحد اللحظة الحوار الليبي لم يملغ بعد مرحلة النضج حتى نستطيع أن نتحدث على بصيص أمل أو على صورة على الأقل بعيدة عن الغشاء الذي يلق فيها الآلية قلت بأن الدول العربية خاصة في هذه الفترة يعني يجب أن ليبيا رهي تعاني منذ مدة هذا التحرك اللي جاء في هذه الآونة يعني طلب تدخل العسكري ما المقصود؟ شوف أن ربما نطلق من نقطة تحدث إليها المتدخل في هذه الأثناء حينما قال يجب تسليح الجيش الليبي مسألة تسليح الجيش الليبي ليس قضية مرتبطة بالتسليح لأن التسليح يمكن أن يتم في ظرف أيام أو في ظرف ساعات المسألة اليوم هو في توحيد الجبهة الداخلية الليبية مدام لا نمتلك جبهة داخلية في ليبيا موحدة لا يمكن أن نتحدث على محاربة الإرهاب ولا محاربة هذا التنظيم لأن في ليبيا لا يوجد فقط داعش توجد هناك ميليشيات وتوجد هناك تنظيمات إرهابية ولا ننسى أن هناك تغير كذلك حتى في الخارطة التنظيمات الإرهابية لأن المنطقة الآن أصبحت منطقة لو نقوم بعملية مسح شامل فهي منطقة ملغمة بالتنظيمات المسلحة والإرهابية خاصة في إثناء إعلان تنظيم مختار بالمختار التحول إلى تنظيم القاعدة في غرب إفريقيا هذا له أكثر من دلالة وهذا يفتح لنا أكثر من سيناريو أن المنطقة اليوم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يسيطر على جل مناطق شمال إفريقيا وبعض المناطق في السحل الإفريقي تنظيم بوكو حرام ينطلق من وسط إفريقيا متجن نحو حدود منطقة السحل الإفريقي التنظيم داعش ينطلق من حدود دولة فلسطين إلى غاية الحدود الليBYية الجزائرية تنظيم القاعدة في غرب إفريقيا ينطلق من غرب إفريقيا إلى غاية منطقة السحل لنربط كل هذه المنطقة بتنظيم حركة الشباب الصومالي في منطقة القرن الإفريقي لنقول أن المنطقة بأكملها تشهد مؤثرات كل هذه تؤثر على السحل الداخلي في ليبيا تؤثر على الوضع الداخلي في ليبيا ويعقد كذلك المشهد ويعقد أي تحول أو التحرك لا في إطار سواء كان في إطار التدخل العسكري أو سواء كان في إطار الحل السياسي أو حتى في الداخل الليبي بالتالي أعتقد أن القاعدة الأساسية التي يمكن أن ننطلق منها وتكون هي الصمام الأمان وتكون هي القاعدة التي ترسم لنا خارطة طريق في اتجاه إيجاد الحل المسألة الليبية هو توحد الجبهة الداخلية في ليبيا وكذلك وضع استراتيجية جمع السلاح لدى بعض الميليشيات الليبية الغير مصنفة حسب القائمة الدولية في خانة التنظيمة الإرهابية وإدماجها في الجيش الليبي من خلالها يمكن بعد ذلك الحديث عن هذا بالنسبة للساحة العربية أعتقد بأن جامعة الدول العربية أمامها جملة من الملفات التي تدفعها إلى التعثر في إيجاد حلول أو إيجادها على الأقل رؤية مشتركة لا ننسى بأن الدول العربية لم تخرج بعد من تبعات الحرب على العراق التي كانت في 2003 والتي في كل سنة وفي تقدمها تتحول إلى مصدر قلق ومصدر عدم استقرار وأمان لدى الدول العربية لا ننسى بأن الدول العربية تجد نفسها في موقع حرج تجاء الملف السوري الذي اتخذت منه موقفا لتجد نفسها أنها مجبرة ربما في وقت من الأوقات إلى العدول عن تلك المواقف تجاه النظام السوري لا ننسى كذلك الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم أو الشبه أبرم على حساب مصالح الدول العربية وعلى حساب المنظومة الأمنية للدول العربية لا ننسى الملف اليمني الذي لم ينتهي بعد والتدخل العربي في اليمن والذي قد تكون له تبعات أخرى كذلك ويصبح كذلك ملفا مقلقا آخر ونهيك على جملة من التصورات لا ننسى كذلك في مارس 2015 تحدثنا على قوة التدخل العربي مشترك ولحد اللحظة لا يوجد هناك اتفاق عربي عربي حول هذا الملف لا توجد هناك خطوات نحو تفعيل هذا الاتفاق لا يوجد هناك تصور طبيعي بالتالي كل هذه الملفات وكل هذه الأوضاع والظروف الداخلية للدول العربية ودول الثورات العربية والظروف الإقليمية والدولية لا تسمح لذلك ضف إلى ذلك لا ننسى بأن البيان الصادر يوم أمس أو صباح هذا اليوم عن الولايات المتحدة الأمريكية وخمس دول من أوروبية يعني وضع وكأنه خارط الطريق لهذا الاجتماع بالنسبة للدول العربية هل تعتقد بأنه ما فرضته البيان الذي صدر من واشنطن ودول غربية أخرى فيما يستبعدون فرضية الددخل العسكري في ليبيا هل تعتقد بأنه نقول بأن هذا استباق ورقة طريق رح تعتمدها الدول العربية في هذا الاجتماع أعتقد رح يكون محدد للمواقف العربية لا ننسى بأنه التدخل في اليمن لم يتم إلا بمباركة أمريكية تم من خلالها التدخل في اليمن كذلك من أجل إقرار تدخل عسكري عربي في ليبيا لن يمر هكذا دون أن تكون هناك ترخيص أو على الأقل ضوء أخضر من قبل الدول الكبرى أو على الأقل من مجلس الأمن بالتالي أعتقد بأن البيان هذا حدد نوعا ما خارطة الطريق أو الرواق الذي يمكن للدول العربية أن تسير فيه في إطار البحث أو التنديد أو الشجب أو اتخاذ ربما إجراءات خاصة أن مسألة فك الحظر على تسليح الجيش الليبي هي مسألة مرهونة بمجلس الأمن وليس مرهون بجمع الدول العربية ولا يمكن لجمع الدول العربية أن تتخذ قرارا جريئا مثل هذا النوع يتجاوز حدود مجلس الأمن بالتالي أعتقد لهذا أنا قلت هذا الاجتماع لن يقدم لنا جديدا ربما الجديد الذي يستطيع أن يقدمه هذا الاجتماع إذا ما يؤثر على الطرف الليبية على أنها تلتزم بالحوار وعلى أنه ضروري أن تجتمع في طاولة واحدة لا ننسى كذلك هناك اتهامات داخل الدول العربية هناك من يتهم طرف معين على دعم فصيل من الفصائل الليبية وآخر ضد آخر بالتالي هناك تصادم الساحة الليبية تمثل تصادم بين القوى وتصادم بين بعض الأطراف العربية لهذا الأساس نقول بأنه لا نرى صورة واضحة لهذا الاجتماع بقدر ما أننا نعول على الداخل الليبي إذا كان الداخل الليبي مستعدا وتتوفر لديه الإرادة والرغبة في الاجتماع وفي الحواء وفي إيجاد حلول وفي على الأقل تأسيس الخطوات الأولى أو على الأقل بناء حوار ناضج يمكن بعد ذلك أن نتحدث عن قرارات تتخذ من قبل جامعة الدول العربية تلتزم بإرادة الشعب الليبي ننسى كذلك تحرك جامعة الدول العربية بناء على ماذا؟ المصدر التي ارتكبت في سيرت ارتكبت ضد قبيلة الفرجان قبيلة الفرجان لها تواجد بالأراضي اليمانية وتواجد بالأراضي المصرية وتواجد بالأراضي الليبية والجزائرية والمغربية والموريطانية وبعض الدول من دول الساحل وكذلك بيدارفر بالسودان بالتالي المساس بهذه القبيلة هو عبارة عن وكأنه نقل العدوى وكأنه نقل الالتزام إلى غاية كل الدول العربية بالتالي عليها أن تجتمع لتتخذ موقفا على الأقل وخاصة أن هذه القبيلة كذلك هناك من يتحدث على أنها هي القبيلة التي يتبعها الخليفة حفتر بالتالي هناك تعارض مصالح ولهذا أنا أقول أنه إذا أردنا أن نبحث عن حلول على الدول العربية أن تلزم الأطراف الليبية بالتوجه نحو طاولة الحوار الحديث عن التدخل العسكري أو على عمل منفرد عسكري هذا قد ينقل العدوى من داخل الحدود الليبية إلى خارج الحدود الليبية ورأينا ربما حتى التدخل ربما كربدة فعل التي قامت بها الجمهورية العربية المصرية في فيفري الماضي نتاج يعني إعدام الرهائن المصريين كانت له تابعات على الداخل المصري بالتالي علينا أن لا نتهور وعلينا أن ندرك تماما حجم المعطيات الموجودة إقليميا وداخليا بموجب ذلك يمكن بناء استراتيجية عمل هل ممكن يعني الإجتماع اليوم الذي يجرى في العاصمة المصرية القاهرة هناك كثير من القرارات لأصدارها مجلس الأمن خاصة فيما يتعلق بالقرار 22-14 لإصدار عام 2015 ليقدم الدعم للحكومة الليبية هل يمكن رجوع إلى هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع؟ نرزع دائما إلى مسألة إذا مدام الساحة الليبية اليوم غير موحدة حتى القرارات لن تخدم الشعب الليبي قد تخدم طرف على حساب طرف ثاني لا ننسى بأن ليبيا على كف عفريت أمام التقسيم وكأننا اليوم نشهد على الأقل خمس دولات في الأراضي الليبية بتالي لا نتحدث عن تفعيل قرارات أممية ولا نتحدث الآن على توحيج جبهة داخلية إذا أدركنا هذا الأمر واستطعنا أن نحقق نستطيع أن نتحدث على بقية المعطيات لأنها تلك أمور تأتي إجرائية أو تأتي كأمور فنية ولكن الأساس لم يتم بعد لم نحققها بعد اليوم نتحدث عن دولة شرقية ودولة غربية دولة إسلامية ودولة تنظيم الدولة وتنظيم قاعدة تسيطر على مناطق أخرى وقبائل تؤسس كذلك إلى دول ودولة أمازيغية وغير بالتالي كل هذه لن تسمحها ولن تساعدها على إيجاد حل ولا على تنفيذ القرارات الأممية ولا على تنفيذ أي اتفاق كان لأنه من سيستفيد ضد من حتى التدخل العسكري دائما نطرح هذا السؤال نتدخل مع من ضد من نتدخل ضد تنظيم داعش نتدخل ضد تنظيم داعش طيب هناك تنظيمات أخرى قد تساند تنظيم داعش أو تنظيمات أخرى قد تختلف مصالحها مع التدخل أنت في ساحة مباثرة في أوراق غير منظمة في 1700 ميليشية تحارب من وتقف مع من لا يمكن لك تحديد الخارطة ولا حتى مواقع تواجد العدو مادام أنك لم تضبط الجبهة الداخلية ولم توحد الجبهة الداخلية بالتالي عدوك غير معلوم ولا تعلم حتى كيف يتحرك أو كيف يمكن له توجيه لك ضربات مجيعة نقول كذلك أن نزاء الاستغاثة لوجهة الحكومة الليبية لجميع الدول العربية هناك مواقف متباينة ما بين الدول العربية في حداتها إذا تحدثنا عن الموقف المصري والموقف الجزائري نجد بأن الجزائر معروف على دبلوماسيتها أنها دائما داعية ورامية إلى الحل السياسي وتغليب الحوار السياسي على لغة السلاح في رأيك الموقف الجزائري اليوم في جامعة الدول العربية كيف سيكون؟ يصب دائما نحو الحوار السياسي لابد منه ربما قد أخذ كلمة قالها أحمد قارة في تقريره منذ قليل الموقف المعتدل الجزائر موقفها واضح وثوابتها هي ثوابت وليس وقف معتدل هي ثابت من الثوابت الجزائرية التي تتسيرها للجزائر هي قراءة صحيحة للواقع لا ننسى الجزائر منذ 2011 تحدثت على أن التدخل العسكري وعلى أن ما يحدث في ليبيا لن يمر مرور الكرام بسلام على المنطقة العربية ولا على منطقة شمال إفريقيا ولا على منطقة الساحل ليبيا اليوم دائما نصنفها أنها تيرمومتر المنطقة كلما اشتد الوضع في ليبيا تتأزم منطقة الساحل ونحن نلاحظ ذلك بأم عيوننا وكلما استقرت الأوضاع في ليبيا تستقر الأمور في منطقة الساحل تأزم الوضع في ليبيا في 2011 دفع إلى توطر الأوضاع في منطقة الساحل وانفجار الأزمة المالية في 2012 بالتالي الجزائر لها مواقف واضحة ورؤية واضحة لكيفية معالجة هذه المشاكل وكيفية الخروج من هذه المعضلة وهذه الأزمة لكن نحتاج دعم عربي نحتاج توافق عربي نحتاج كذلك توافر إرادة داخلية ليبيا ولكن أن نتحرك في ظل نبدأ مبدأ التدخل العسكري وفي ظل كذلك ضرورة الحوار وفي المقابل هناك مواقف متبينة ومواقف ربما دائمة لأطراف الحساب الأطراف الأخرى أو مواقف تدعو إلى التدخل العسكري هذا قد يعيق من جهود السلام قد يعيق من الجهود التي تسير فيها الجزائر الجزائر صحيح تمتلك أوراق يمكن لها أن تكون لها مواقف وأن تؤثر في أروقة جامعة الدول العربية خاصة في إطار بما نسميه الكواليس التي هي تؤسس لكل القرارات ولكل المواقف في اللقاءات جامعة الدول العربية لكن هل هناك رغبة عربية حقيقية في معالجة وطرح الملف الليبي دون حساسيات دون حسابة خاصة دون عدم توازن إذا كان هذا صحيح يمكن أن نتحدث على أننا نستطيع بناء توافق عربي بخصوص الملف الليبي لكن إذا كنا نتحرك ويكون النقاش بناء على حسابات خاصة أو بناء على حساب دعم فريق على آخر لا يمكن ذلك رأينا حتى ربما التوجه العربي في أروقة مجلس الأمن في فيبرياء الماضي لم يوفق واستطعت الجزائر كذلك مع الدول الكبرى مع الفاعلين الدوليين في التأثير على الموقف العام والعدول على مسألة التدخل العسكري وعلى كذلك دفع عجلة الحوار نحو الأمام لكن كل هذه دائما تعترض بمؤثرات موجودة على السحة الإقليمية بمواقف غير واضحة وغير متزنة علينا أن نعليجها اليوم أنا أعتقد أن اليوم سوف تتمسك الجزائر بموقفها وربما قد تقدم أطرحات وقد تقدم أوراق تفاعل وخاصة أننا حذرنا من مثل هذه المآسي ومن مثل هذه الكوارد لأنه ليس فقط في جمعة الماضي التي وقعت الضحايا في سرد يوميا أو شبه يوميا هناك مجازر تنتكف في ليبيا يكفي أن نتحدث على أن ليبيا وكأنها تتحول بين أيدينا إلى سومال شمال إفريقيا هو من نفس الموقف الوزير الخارجي الإيطالي جولو جنتلوني قال بأنه هناك ثقب الأسود هناك تخوف من أن تتحول يعني ليبيا إلى سومال ثانية أكيد وإذا تحولت وإذا سلخت الأمور وسلبت من بين أيدينا وتوجهت ليبيا نحو سومال ثاني شمال إفريقيا فعلينا أن نتحدث على أزمات أخرى أعقد مما هي الآن وممتين عكس على دول الجوار بما فيها تونس الجزائر إلى غير ذلك نعم من موقف تونسي ومن موقف الجزائر ولا تنسب أننا نحن على خطوط التماس بالتالي على خط النار يعني مع الجبهة الليبية وأي تعقد للوضع الليبي أو تحول في المشهد الليبي قد يؤثر علينا بشكل مباشر نحن رأينا ربما منذ دخول ليبيا في هذه الأزمة ولها إنعكاسات على الحدود الجزائرية على الوضع العام في تونس على الوضع العام في منطقة الساحل بالتالي أكيد أنه سوف يكون الموقف هو تفضيل الخيار السياسي والحل السلمي الخيار العسكري الذي لن ينجب لنا دولة مستقرة أو منطقة مستقرة بالإضافة إلى شيء نرجع لك نعرج إلى شيء أنه الاجتماع الحالي في جمع الدول العربية هو على مستوى المندوبين بالتالي لا ننتظر أنا شخصيا فيعتقاضي إلى أن يثبت العكس لا أنتظر منه شيء الكثير لأنه سلطة القرار لن تكون على مستوى المندوبين وإنما قد يمهد لأشياء أخرى هذا قد أتفق فيه معك الشيء الآخر كذلك التدخل العسكري الذي حدث في ليبيا في 2011 ما الذي أفرزه؟ هو لأنه أخ مازن شريف تحدث على تنصل المجتمع الدولي عن أداء واجبه المجتمع الدولي أراد إغراق ليبيا وأراد إدخال ليبيا في هذه الوضعية لأنه التدخل العسكري الذي تم في 2011 سمح بإنفلات الأوضاع في ليبيا لأنه لا يوجد هناك تدخل بتلك الصورة التي وقعت في ليبيا تدخل عسكري ينتهي بانتهاء نظام ثم بعد ذلك ينتهي هذا التدخل وتترك ليبيا ساحة مفتوحة سلاح موجود ميليشيات متنوعة فصائل مختلفة تباين في وجهات نظر إقامة دولة بديلة في منطقة الشرق وغير ذلك من أمور فجعل ليبيا ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات بعد ذلك تطور الوضع لتسلل وتواغل التنظيمات الإرهابية وإنشاء مراكز لها ثم بعد ذلك وصول هذا التنظيم بما يسمى تنظيم داعش إلى الأراضي الليبية سيطرته على قواعد عسكرية على مطارات على مناطق حيوية على حقول نفط كذلك على بعض الأسلحة المحظورة دوليا بالتالي خاصة يعني حدثنا على مدينة لأن المجتمع الدولي لو أراد كان يستطيع له أن يدخل ليبيا على الأقل تحت بنود الفصل السادس بإرسال قوى حفظ الأمن والسلام على الأقل حتى يتم ضبط الأمور ومتابعة الإجراءات لكن نحن لم نجد ذلك حتى المبعوث الأمم اليوم جلسات الحوار لا يتعقد يعني ما بين الصخيرات والجزائر حتى أنه لم تفرز لحد الساعة أي نقول يعني ميكانيزمات إيجابية تمهد الطريق نحو الحل السياسي في ليبيا هو ميكانيزمات التي يبني على أساس هذا الحوار على أساس أن يكون حوارا مركبا وفي كل منطقة يتم مناقشة من الجزئيات التي على أساسها يتم تأسيس إلى اتفاق واحدهم ووحد لكن رأينا بأن في الجوالات التي عقدت في الجزائر كانت هناك ورقات تصدر على الأقل تؤسس لطريق العمل الذي يمكن على أساسه بناء الحوار وكانت اللقاءات التي تؤقت في الجزائر تجمع أكبر عدد من الممثلين الليبيين سواء كانت أحزاب سياسية سواء كانت فصائل أو غير ذلك لكن الجوالات التي كانت تؤقت في مناطق أخرى كانت ضيقة وكانت محصورة في طرفين على الأقل وكانت ربما في كثير من الأحيان لا نجد مواجهة مباشرة بين الأطراف الليبية بالتالي كان الحوار يعني لا يسير في إطار أنه سيصل إلى بوادر أو على الأقل إلى أرضية نحن نفكر بشيء ببعقلانية لا يمكن لك أن تتحدث على حكومة وحدة وطنية دون ما أن تتحدث في البداية على وقف إطلاق النار رأينا في اجتماعات صخيرات لم يتم تناول هذا الموضوع تم تطرق إلى هذا الموضوع في الجزائر وصدر بين عن ذلك يكرس أو يجسد في الجوالات التي تلتها لا يمكن لك كذلك بناء حكومة وحدة وطنية دون ما أن تؤسس إلى مجلس أعلى يسير الشؤون تندمي فيه كل الفصائل الليبية كل الحركات الليبية ومنه يتصدر حكومة وحدة وطنية لم يتحدث لا يمكن لنا أن نبني حواء أو نتحدث على بوادر انفراج دون ما أن نتحدث على وضعية آلية واستراتيجية جمع السلاح أو على الأقل وضع حد لفوضى السلاح إذن دون توفر هذه الثلث نقاط لا يمكن لي أن أتحدث على حوار ليبي ليبي لا يمكن أن أتحدث بأن هذا الحوار سوف ينجب لي حلا أو على الأقل خارطة الطريق إذن الورقة التي وضعتها الجزائر تؤسس إلى هذه الأسس الثلاث التي يمكن من أساسها توحيد الجبهة الليبي ودون توحيد جبهة الليبي أنا دائما أركز على هذه النقطة لا يمكن الحديث على حلول ولا يمكن الحديث على انتهاء المشهد الليبي الذي يسير إلى التعقد وأكرر هذه الكلمة التي طالما قلتها أن خارطة اللاعبين في ليبيا تتغير ليصبح فيها التنظيمات الإرهابية هما اللاعبين الأساسيين والأطراف الليبية يصبحوا لاعبين ثانوين وفي تلك اللحظة لا يمكن الحديث عن الحوار ولا يمكن حتى للأطراف الليبية أن تتدارك الموقف يعني لو نعود للحديث عن الموقف المصري لره داعم نقولش يعني سحب البلاط يعني من تحت أيدي أخرى وأنها يعني يكون عندها دور في الملف الليبي لا لا أعتقد بأن المسألة مسألة من يكون هو صاحب المبادرة ومن يكون هو صاحب الحل لأنه إذا فكرنا بهذا المنطق فنحن نتوجه إلى الأسوأ السيناريوهات لكن الحديث لا ننسى بأن مصر تتقاسم مع ليبيا شريط حدودي معتبر مثل ما تتقاسمه الجزائر كذلك تونس كذلك السودان كذلك نيجر تشاد ودول الجوار المسألة اليوم ربما في طرق المعالجة أو ربما المنظور المصري كيف ينظر إلى الأمور ومن أي زاوية ينظر إلى الأمور الموقف المصري ربما هو قريب جدا إلى حكومة إلى برلمان طبرق وإلى مجموعة حفتر وبالتالي هذا الانسياق يحكم الموقف المصري لكن نحن نتحدث على ضرورة بناء موقف لا يبنى مع طرف على حساب طرف أخرى لأن الأساس في وحدة وسلامة الطراب الليبي هذا يفرض علينا أن لا نكون مع أي طرف من الأطراف وعلينا أن لا نفكر بمنظور نضيق تأمين الحدود أو تأمين جبهة دون ما تأمين المنطقة بأكملها مصر ربما فكرت في إطار تأمين حدود المصرية في إطار يعني إقناع أو إرضاء القبائل المصرية التي لها سلات قرابة مع الشرق الليبي في هذا الإطار سارت مصر إذا مصر خرجت من هذه الدائرة وفكرت بمنظور أكثر نضجا وأعتقد بأن الجوالات التي جمعت بين مصر والجزائر في إيطاليا وفي مصر كان فيه نوع من التقارب في هذا الموضوع وكان فيه ربما تنسيق ثنائي المسألة أنا لا أود أن أتهم مصر ولكن على المصريين أن يفكروا بجدية أن استقرار ليبيا هو من استقرار مصر خاصة أن مصر تواجه جبهات متعددة يعني جبهات في شبه جزيرة شناء جبهات في الحدود الغربية لمصر يعني الحدود المشتركة مع ليبيا جبهات في الداخل المصري في العمق المصري بالتالي عليها على الأقل أن تسير الملفات نحو الحلول السياسية حتى تستطيع غلق تلك الجبهات وتحديد جبهة واحدة يمكن للشعب المصري أن يواجه من خلالها تلك التحديات الأمنية يعني كسؤال يعني أخير أستاذ حمد ميزاب يعني شهدنا الدول الغربية يعني كانت هناك تحالفات لضربة واقع داعش في العديد من الدول العربية هذا التحالف لماذا لم يعني يوجه بوصله نحو ليبيا اللي رحي تعاني ولا أتمنى أن يوجه تلك البوصل يعني بصراحة لأنه من الغرابة وربما من اللطبيعي وللمنطقي وربما حتى الذين يدرسون في الكليات العسكرية وفي الاستراتيجيات الأمنية ربما لم يجدوا تفسيرا لهذه الوضعية أو لن تدرس من قبل يعني كيف يمكن لأكثر من ثمانين دولة تنشئ تحالف في مواجهة تنظيم بما يسمى تنظيم داعش تنظيم فتي لا يبلغ من عمر إعلان ميلاد دولته المزعومة يعني تقريبا سنة أنه يتمدد جغرافيا على حساب ذلك التحالف الذي يوجه ضربات جوية أو تحالف يوجه ضربات جوية دون أن يدعمها بتدخل بري أعتقد أن هناك لعبة بما نسميها لعبة الأمم تحاك في إطار إعادة رسم خارطة المنطقة العربية في إطار نشر بما نسميه الجيل الرابع من الحروب أو الحروب اللامتماثلة في تفكيك البنى الداخلية للدول من أجل تقسيمها وتجزئتها أنا لا أعول كثيرا على التحالف الدولي الذي أنجب لنا عراقا مصدرا للأزمات والذي دمر سوريا والذي كذلك خلف لنا دولة شبه من عدم في الأراضي الليبية أنا ما أعول عليه هو أن يكون هناك تكامل أمن عربي على أن يكون هناك إرادة عربية على أن تكون هناك رؤية عربية في إيجاد الحلول مثل ما وقعنا في إطار التراحر والانقسام الموجود في المشاكل علينا كذلك أن نوحد الصفوف حتى نجد الحلول علينا بناء مصالحة عربية عربية حتى نستطيع أن نفطلع بأدوارنا وأن نعالج مشاكلنا دونما أن ننتظر هبة من أحد لأنه عبر التاريخ وعبر العصور لا يمكن لا لعصبة الأمم ولا للأمم المتحدة ولا للمنظمات الأوروبية ولا لغيرها أن تأتي لنا بمشاريع منتجة أو بمشاريع تنجب لنا دولا مستقرة بقدر ما أنها سوف تستثمر في تلك الأزمات التي هي وجودة بالدخل العربي السيد أحمد ميزاد بالخبير الأمني شكرا لك على كل هذا التوضيحات فيما يتعلق بملف الميبي وإن شاء الله اليوم يرسو على بير الأمان بإذن الله تعالى من خلال المقترحات التي تدرسها جامعة الدول العربية إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك